موسيقى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على زين المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وأسألك يا ربنا اللطفة والإعانة في جميع الأمور والأحوال وحال حلول الإنسان في رمسه والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم المبعوث لسائر الأمم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد نبي سلم الحجر عليه ونبع الماء من بين يديه فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسائر المهتدين إليه أما بعد يقول الحق تبارك وتعالى في محكم تبيانه وهو أصدق القائلين يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربى إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون لا تظلمون ولا تظلمون ويقول في الآية الأخرى مبينا حال الذي يأكل الربى قال الذين يأكلون الربى لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربى وأحل الله البيع وحرم الربى وأحل الله البيع وحرم الربى فالربى جرم كبير وأمره عظيم وعاقبته خسرى والربى ما تعامل به قوم إلا وحل عليهم بلاء الإله ونزلت عليهم العقوبات تتوالى من الله جل وعلا يعجل الله سبحانه وتعالى العقوبة لخلقه في الدنيا إذا أكلوا الربى أو تعاملوا بالربى أو انغمسوا في الربى أو كانت معاملاتهم قائمة على الربى فإن كان ذلك فالعاقبة خسرا لأن الله جل جلاله حذرنا من ذلك وتعلمون أيها المباركون أن الله جل جلاله لم يعلن الحرب على أحد في كتابه العزيز إلا على آكل الربى وفي الحديث القدسي على معاد الأوليات من ربي أعلن عليهم الحرب قال في حق آكل الربى فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وقال في حق معاد الأولياء من عاد ومن آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب فقد آذنته بالحرب فهنايا الله جل جلاله يقول لنا مبينا عظيم خطر هذا البلا وهذا الشقاء أن الله سبحانه وتعالى أعلن الحرب على آكل الربى سيدنا عبد الله بن عباس ماذا قال في الآية الكريمة التي وجه الله تعالى خطابه فيها لعباده الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الخطاب موجه لأمة الإجابة الخطاب موجه للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يأمرهم بتقوى الله جل وعلا أن يتقوا الله سبحانه وتعالى أن يجدهم الله عز وجل حيث أمرهم وأن لا يراهم حيث نهاهم اتقوا الله وذروا أن يتركوا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول يقال يوم القيامة لآكل الربا خذ سلاحك لتحارب الله تهكما طبعا لأنه لا يتصور العقل أن يحارب الضعيف القوي العزيز المتعال الله سبحانه وتعالى لكن قال ابن عباس قال يقال له خذ سلاحك لتحارب الله جل وعلا وقال هذا تهكما يعني تهكما عليهم لأن الضعيف لا يقوى على محاربة العزيز القوي المتين فهنا الله جل جلاله لما قال ذروا أيتركوا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين أي إذا أردتم أن تكونوا مؤمنين تمام الإيمان إيمانكم إيمان صحيح لا بد أن تتركوا ما بقي من الربا جيد كيف تصنع قال الله سبحانه وتعالى لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون هكذا قال الله جل وعلا لا تظلمون ولا تظلمون ثم يا أخوان الله جل جلاله يعني يوم القيامة يوم القيامة الإنسان في الدنيا يحاول أن يحافظ على مظهره أمام الناس خائف على مظهره أمام الناس تلقاه يعني يتحرى كلماته ويتحرى لباسه يتفقد لباسه ويتفقد أحواله كلها لكن يوم القيامة هو اليوم الذي أولى أن يخاف الإنسان وربه فيه أنت بتحافظ على وضعك وتحافظ على مكانتك أمام الخلق في الدنيا الذي أولى أن تحافظ على مكانتك وعلى توفيقك وعلى حياتك أمامه هو رب العالمين يوم القيامة لما تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يقول لنا في وصف من أكل الربا قال لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يبعث هؤلاء الذين أكلوا الربا أو يتعاملون بالربا يبعثون يوم القيامة كالمجانين يبعث كالمجنون الإمام قتاد رحمه الله تعالى قتاد يقول قتاد رحمه الله تعالى في هذه الآية لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس قال علامة علامة أهل الربا يوم القيامة أنهم يبعثون مجانين علامتهم وأماراتهم أنهم يبعثون مجانين كما قال الله قال لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا وتعلمون أيها المباركون أن الربا بنوعيه محرم وكبيرة من كبائر الذنوب شو هم نوعي الربا النوع الأول اللي هو ربا الفضل ربا الفضل ذكر الفقهاء وقسم الفقهاء الربا إلى نوعين قالوا ربا الفضل وربا النسيئة ربا الفضل وربا النسيئة ربا الفضل علته الزيادة أعطيتني مئة دينار تسلفت منك مئة دينار نبل رجحها لك مئة وعشرة أعطيتني مئتين بنرجحها منك مئتين وخمسين مثلا مئتين وعشرة مئتين وكذا فهنا القرد الأصل فيه لا يكون إلا لله عز وجل لأن الله جل وعلا ماذا قال في حق القرد قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فالأصل في القرض أن يكون لله سبحانه وتعالى والذي يقرض العباد هذا يحظى بالأجور لأن الله تعالى نسب القرض لنفسه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فأنت لما تقرض المال لإخوانك وإخوانك هؤلاء يعني نفست عنهم وفرجت عنهم كربة ينفس الله تعالى عنك كربة من كرة بيوم القيامة لكن أعرف لمن تعطي القرض أنت لما بتسلف حاد أعرف لمن تسلف لأن في زماننا الآن للأسف للأسف صار القرض في زماننا صعب حتى يحظى الإنسان وبالأجر صار مسألة القرض صعب تسلم القرض من هنا وتتفقوا تتفقوا لأنه مثلا بعد شهرين ثلاثة خمسة عشرة شا اللي يصير لما يحين الأجل وصاحب المال يجي طالب ماله من لسلفه مباشرة تنقلب تلك العلاقة إلى عداوة مباشرة أواصر المودة والمحبة التي كانت بينهم يعني تنزع ويستبدل في مكانها فتيل الحرب وفتيل الشقاق وفتيل القطيعة وندخل في هذا الوحل سلمنا الله وإياكم وقداش أصحاب اتعاركوا وفرق بينهم بسبب هذا المال بسبب هذا المال بسبب القرض يعني يا أخواننا حتى للقرض له ضوابط الله سبحانه وتعالى لما قال وليكتب بينكم كاتب بالعدل وقال إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ولفض فاكتبوه هذا فعل أمر وذكر المفسرين أن الكتابة الأمر بالكتابة علماء حملوه على الوجوب وعلماء حملوه على الندب علماء حملوه على الندب ففيه خلاف بين أهل العلم فهنايا ما فيش باس لو اكتبتها أنت سلفت واكتبت على الحياة وعلى الموت واضبطت الأمر وربي قال وليكتب بينكم كاتب بالعدل وليكتب بينكم كاتب بالعدل فهنايا لما تكتبها واتبتها وتوتقها هنا ينتهي الأمر هنا ينتهي الأمر خلاص أم تتب تسلمني بنسلمك بعد سنة انتهي الموضوع هذا الذي أقرض لا يجوز لهوانياتي قبل العام وينغص عليك عيشك وانت لما يحين الأجل تؤدي تلك السلفة لأصحابها وترد ذلك القرض لأصحابه الآن في زماننا يا أخواننا للأسف الآن في زماننا وهذه من الحكمة اللي يقولوا عليها كبارنا نسمع من كبارنا ومن أهل الحكمة عندنا لأن البركة في أكابركم أبائنا وأجدادنا وأهل الحكمة هذا كلامهم لما نسمع منهم كلام هذا الكلام منبثق من روح الشريعة منبثق من نصوص الشريعة منبثق من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فنجد يقولك والله لما تسلف دي ما خلي باب للعفو باب للصفح وباب للعودة وباب لرجوع الأمور كما هي علي فنلقو نلقو يعني من يقول الآن يقول والله يعني لما نسلف الناس لما نسلف الناس وهذا مصطلح يعني يوحي لك أو يعكس لك أحوال الناس مع القرض أحوال الناس مع القرض يقولك والله نين بنسلف لكن كويت لما نين بنسلف قال طبعا يقول وهو من باب الطرفة ولا من باب الدعابة ولا من أي باب وإلا من باب الاستعلاء الله أعلم يعني لكن يقوله نين لما نبي نسلف نقول له قبل لي إيدي لما بنسلف حاد نقول له قبل لي إيدي فقال له واحد من الجماعة قال له كيف أنت تقول قبل لي إيدي قال لأني نين لما نبي ناخدهم مننا نبي نقبل له رجله لما نبي نمشي الرد حقي مننا نبي نقبل له رجله فلهذا يا أخواننا لابد أن تزرعوا الثقة بينكم لا بد أن تجعلوا معاملاتكم مبنية على الثقة الحقيقية على أخلاق الإسلام على ما جاءنا به المصطفى عليه الصلاة وازك السلام الله جل وعلا يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة فإنت لما تب تقرض لا تحتسب بذلك القرض إلا لله سبحانه وتعالى لو طلبت زيادة هذا اسمه رباء رباء إيش رباء الفضل وعلته الزيادة وإن رباء النسيئة وإلا رباء النسيئة هذا علته التأخير علته التأخير التأخير في القبض النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدا بيد مثلا بمثل سواء بسواء فإذا اختلف الأجناس فبيعوا كيف شئتم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فنا يا أخواننا لا بد أن نتنبه لأمر الرباء ولخطورته لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن من أسباب عقاب الله عز وجل لعباده انتشار الزنا والرباء انتشار الزنا والرباء يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ظهر في قوم الرباء والزنا إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله سبحانه وتعالى وعقاب الله جل جلاله وعقاب الله جل جلاله فنا يا أخواننا لابد من الحذر لابد من أن نتنبه لمسألة الرباء لأن أمره كبير وأمره خطير والمؤمن ينبغي عليه أن يتنبه لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث اجتنبوا السبع الموبقات السبع الموبقات وذكر من السبع الموبقات الرباء ثم اعلموا أيها المباركون أن نأكل الرباء يا أخواننا الآن أسواقنا تعج الإنسان الذي يريد أن يدخل للسوق ويريد أن يباشر مهنة التجارة لزاما عليه أن يدرس الأبواب المتعلقة بهذا حتى لا يقع في الرباء مرات هو يكون غاطس في الرباء من حيث لا يدري الآن المعاملات نسمع بكثير من المعاملات ولما يحصل يبدأ يتصل وشيني كده وشيني كده لابد للإنسان حتى ننظف أسواقنا من المعاملات المحرمة حتى ننظف أسواقنا من المعاملات الربوية لزاما على كل تاجر قبل ما يدخل لابد أن يعلم الأحكام من باب أن الإنسان لا يجوز له أن يقدم على شيء حتى يعلم حكم الله تعالى فيه وتعلمون أن آكل الرباء ملعون ملعون بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله تعالى لعن آكل الرباء هذا الياكل في الرباء ملعون بنص الحديث لعن الله آكل الرباء وموكله وكاتبه وشاهديه وقالهم سوا كلهم في البلاء كلهم داخلين في اللعن لماذا؟ لأن الرباء صورته لا تكتمل بشخص واحد لابد أن يكون فيه آكل وفيه الموكل الرباء وفيه الشاهد وفيه الكاتب وقالهم سوا صلى الله عليه وسلم واللعن يا أخوانا كما تعلمون إبعاد وطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى وفي زماننا الآن في زماننا الآن في معاملات قاعدين نشوفوا فيها معاملات في معاملات ربوية صريحة فيها ربا صريح فيها ربا صريح وهذا الرباء هذا الرباء يعني يمحق البركة الله تعالى يقول يمحق الله الرباء ويربي الصدقات يمحق الله الرباء ويربي الصدقات فيعني عندنا من يشتغل وتقول له والله هذه مسألة فيها ربا هذه فيها ربا يقولك والله فيها ربا لكن عليك كيف أنا نبي نخدم ما عندي إش حل الله هكي كيف ما عندي إش حل الله هكي يقولك أنا كان نبي نسيب الخدمة هي الطريقة هي في الخدمة يعني شم بيصير لي والله يعني بنخسر يا أخوانا أنت ترضي الله سبحانه وتعالى وإلا بترضي نفسك وبترضي نزواتك وبترضي شهواتك وبترضي رغباتك وبترضي زوجتك وبترضي صغارك أنت خلقت للعبادة فلا تلعب وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أنت خلقت لترضي الله ليرضى الله فإذا رضي الله أجزل لك العطاء أجزل لك العطاء والله بالنسبة لمالك هوه أرزقك وما قسمه الله تعالى لك الذي قال الله تعالى فيه وفي السماء رزقكم وما توعدون وبتأخذ بالأسباب للوصول إلى الرزق رزقك قادم إليك لا محالة رزقك الذي قسمه الله لك قادم إليك لا محالة إن كنت صابرا عليه كنت صابرا عليه وأخذت بالأسباب وكأنها كل شيء وتوكلت على الله وكأن الأسباب ليست بشيء فرزقك قادم إليك لا محالة جايك جايك رزقك ما تفكرش فيه لكن لو تعجلت هذا الرزق مرة تأخذ بالرباء مرة تأخذ بالرشوة مرة تأخذ بطريقة من الطرق المحرمة فرزقك قادم إليك لا محالة إن تعجلته أخذته إما بحرام بصورة من صور الحرام وعلى رأسها الرباء وإلا مرات تأخذ بالذل ممزوج بالذل يذلك به الناس وهو رزقك لذلك لطيفة يقول لطيفة من اللطائف يقول أهل العلم يقول لو صبر سراق العالم على ما قسم الله لهم لجاءهم رزقهم كما أراد الله سبحانه وتعالى وكما أخبر لأن الله جل وعلا كتب على الإنسان أجله ورزقه فما فيش حد يقدر يمد في عمرك ولا ينقص في عمرك الأجل بيد الله سبحانه وتعالى ورزقك لا يستطيع مخلوق على وجه الأرض أن يمنع رزقك من القدوم إليك أبدا على الإطلاق ما فيش مخلوق يمنع لك رزقا كتبه الله لك أو ساقه الله لك أو سبق في علمه أنه سيرزقك ذاك الرزق فما فيش إنسان يستطيع أن يمنع عنك ذاك الرزق فلما تتعجله بالرباء علاش يعني مستعجل أنك أنت تب تاخد بالرباء ولا تب تاخد بطريقة من الطرق المحرمة احذر يا أخي لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وبيّن وحذّر أن الله جل جلاله لعن آكل الرباء وموكله وكاتبه وشاهديه وقالهم سوا وقالهم سوا عنا شيخ من المشايخ وفقي من الفقهة من الفقهة جاءه أحد اتصل به وقال يا شيخ قال لأني أخذت قرض ربوي قال لأ شو الحكم الشريعة في ذلك قال انت سميتها ربوي انت سميتها ربوي قال لأ القرض وارا وفيه رباء شو الحكم الشريعة في ذلك قال هو رباء هو رباء والله تعالى يقول فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه الإمام أحمد ويره تتعيرني أخي المبارك سمعك وقلبك وعقلك وجوارحك الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند يروي لنا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنقله بنصه عن عبد الله بن حنظلة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال درهم رباء يأكله الرجل وهو يعلم أنه أشد عند الله من ست وثلاثين زنيا هذا نص وفي رواية أخرى درهم رباء أشد عند الله يوم القيامة من ست وثلاثين زنيا أدناها أن يزني الرجل بأمه أو أخته أدناها أن يزني الرجل بأمه أو أخته جيد النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الحديث لما يذكر يريد أن يبين فضيلة أمر وإلا يريد أن يحذر من أمر صلى الله عليه وسلم يعني في الحديث يذكر أعلاه وأدنى أعلاه وأدنى فقال في الإيمان قال الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة قال أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من شعب الإيمان قال أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق لما جاءنا في الربا ماذا قال قال درهم ربا أشد عند الله يوم القيامة من ست وثلاثين زنيا قال أدناها قال أدناها أن يزني الرجل بأمه أو أخته قال أهل العلم إذا كان أدنى درهم الربا أن يزني الرجل بمحارمه أن يزني بأمه أو أخته هذا أدنى درهم الربا ما هو أعلاه؟ السؤال هناك ما هو أعلا درهم الربا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يجيبنا في حديث آخر عن هذا التساؤل اللي هو إذا كان أدنى درهم الربا أن يزني الرجل بأمه أو أخته ما هو أعلاه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أربى الربا ما هو أربى الربا؟ يعني أعلى درجات الربا أدناه أن يزني الرجل بأمه أو أخته ما هو أعلاه؟ قال إن أربى الربا استطالة الرجل عرض أخيه بغير حق ما هي أعلى درجات الربا؟ أن يستطيل الرجل عرض أخيه أن يتكلم الرجل في عرض أخيه أن يتكلم الرجل في عرض أخيه زوراً وبهتاناً ويقول عنه كلاماً فاحشاً أو أن ينسب إليه أفعالاً لا تليق أو أن يقول في حقه أشياء هذه الأشياء لم يفعلها ولم يقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذا بأنه أربى الربا أعلى درجات الربا استطالة الرجل عرض أخيه فاحذروا يا أخوانا من الغيبة خطورتها تكمن في أنها أعلى مراتب الربا أقل مراتب الربا قال الزينة بالمحارم الإنسان لما يسمع الزينة بالمحارم أن يزني الرجل بأمه أو أخته يتكشش لحمة وينزعج وينضايق قصد شيني موضوع يعني لا يستطيع الإنسان أن يمريره حتى على عقله لكن لما يسمع أعلاه يعني شوفوا خطورة الأمر وإن أعلى الربا أو أربى الربا استطالة الرجل عرض أخيه الذي يقول في مؤمن ما ليس فيه الذي ينفق لأخيه المؤمن كلاما أو أفعالا أو أوصافا ليرضي نزواته وشهواته وخلله النفسي تجده يتكلم عنه بالسوء ويطعن فيه ويقول فيه ما ليس فيه وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ماذا قال قال ومن قال في مؤمن ما ليس فيه ألبصه الله ردغة الخبال يوم القيامة وزي ما قلنا ردغة الخبال هي عصارة أهل النار سلم يا رب سلم يا رب الإمام أبو حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أبو حنيفة النعمان أقرض رجلا أقرض رجلا مبلغا من المال وأبو حنيفة النعمان يعني من الأئمة الأربعة لما نذكر الأئمة الأربعة نقوله أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد هذا الأئمة الأربعة الذين نذكرهم دائما فأبو حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أقرض رجلا مبلغا من المال أعطاه مبلغ من المال فأبو حنيفة النعمان هذا لما أقرضه مبلغا من المال أعطاه مئة درهم وإلا مئة دينار على الخلاف بين في ضبط العملة فالرجل هدايا أقرضه المبلغ فكان فيه يوم من الأيام مار في الطريق واليوم هو كان شديد الحر كان فيه حر شديد الشمس كانت يعني محرقة في ذلك اليوم فكان مار فكان معه الصاحبان كان معه الصاحبان فقال أبو يوسف للإمام أبي حنيفة النعمال هل لا استضلنا تحت ظل هذا البيت أو تحت ظل هذا الجدار فاسأل أبو حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه أرضاه قالهم الحوش هو اللي نبو نستضل تحت ظله لمن هذا البيت أو لمن هذا الجدار قالوا لفلان قالوا لفلان فتذكر أبو حنيفة أنه أقرضه مبلغا من المال أعطاه مبلغ من المال تعرفوا شين قال أبو حنيفة النعمان شوفوا ورع الإمام مش الآن يا أخوان نهات ما عندك يقولك الحرام نبيه هاته وانا ونحن معاش لاحقنا عليه للأسف شوفوا ورع الإمام أعطاه مئة جنيه مئة درهم و بيرجع حاله كيف ما هي المية بيرجع حاله بمية وقال لا أبو يوسف احنا يتوفى الحر نبقى نستضله تحت ضل هذا الجدار قال أبو حنيفة رحمه الله والله لا أستضل تحت ظل هذا الجدار علاش يا أبو حنيفة لا تستضل تحت هذا الجدار قال أقرطت هذا الرجل مبلغا وقدره كذا وسيرد لي هذا المبلغ كما هو قال أخاف أن يكون استضلالي تحت ظل جداره من القرض الذي جر نفعا و النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل قرض جر نفعا فهو رباء كل قرض جر نفعا فهو رباء المنفع أين يا أخواننا في الضلرة خاف على نفسه من أن يقع في الرباء بماذا بأن ترجع للمية والاستضلال ترجع للمية والاستضلال تحت ظله الآن يا أخواننا يعني لما ينصح بعض من التجار وينصح بعض من الذين يشتغلون وخاصة في أسواق العملة وكذا يقول لك والله كانت جبالي مكتوبة إنها رباء أنا بناخدها والله ما عنديش حل الله كيف يا أخواننا كيف يا أخواننا الله جل وعلا يقول إذنوا بحرب من الله ورسوله ورأيتم حادثة أبو حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه كيف تعامل وكيف كان ورعا وكيف كان يخاف الله عز وجل يخاف الله تعالى في رزقه وفي كسبه وفي قرضه وفي معاملاته رضي الله تعالى عنه فلهذا يا أخواننا احذروا من أن تنغمسوا في المعاملات الربوية وبعد ذلك أمراض وأسقام وأوجاع وبعد ذلك والله مش عارش اللي صاير اللي صاير أنت تعرفه جيدا وتدركه جيدا وتعلم حقيقته جيدا وفاهم للواقع فهم كويس الله تعالى قال لك لا تأكل الرباء لا تأخذ الرباء لا تتعامل بالرباء وإنت غاطص في الرباء لشوشتك غاطص في الرباء في كل معاملاتك خلطت حتى مالك انضيف مالك الحلايلي انضيف خلطت بالرباء وضع كل هالمال علاش لأنك انت ريحت الدنيا خلطت الأمور في بعضها وأكلت الرباء وتعاملت بالرباء ووكلت الرباء فلهذا يا أخوان احذروا 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 من غضب الإله لأن الله تعالى أخذه أليم شديد وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد أخذوا الله أليم شديد احذروا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الرباء والزنا والرياء وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يهيئ لنا أسباب السعادة وأن يجعلنا وإياكم من أهل الحسن وزيادة وأن يوفقنا لطاعته ومرضاته إنه ولي ذلك والقادر عليه قلت كلاما إن كنت موفقا فيه فذلك من الله وإن كنت مخطئا فذلك من نفسي لعجزي وتقصيري وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة